نكون لحاجة نحكي عليها وهي على الأقل في الضوء اللي نعيش فيه الكل حاجة هكا تهز المرال شوية تشرح القلب شوية تفرح شوية كل عادة كيف نلوجه على التصاور ونشوفه نلقاولي هو تجمع تلمذيء ثم قرابة 900 صغير ومعهم أوليئهم معهم معالمين وسيدة ومعهم مرافقين تنقلوا الافتتاح معرض كتاب في سفيقس هاي هاي كيما تشوف تصاور هنا تشوف صفوف منظمة صغيرات كل واحد وشد بغاستو أول مرة شوفك صف منظم مش على خبز مش على فارينة مش على ديت هذا صف للعقول هايوا خاتل واحد ملوا تعبوا تكلم الصف اللي على الزيت والمكرونا والفارينة والطماطم والحليب وعدنا تقريبا 4 أو 5 شهور ونحن في هات مكلاوي صحيح حبيت نبرتجي معاكم الأمور الحكاية هذه خطر بالحق الشخص كيفيئنا معناها فد من الحويجة الخايبة الكل حاجة رجعت فيها روح حاجة خليتنا نقول على الأقل فما أمل في الجيل القادم فما أمل من يخرجوا متنور ومتفتح في ذل تصحر العقول اللي ساقل في العوام الأخرانية نحن راني مع الكتاب علاقتنا بالقدر في تونس وذي حسب الستاتيستيك وعنا مطالعة وعنا في المكتب العمومية حتى اللي يقرأ 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 ويقرأ أما تقعد بنت الكتاب ورذلة الكتاب في القرية في المطارع وهنا حبيت على أقل إن شاء الله بالرقم المحترم اللي شفناه معناها وحذروا لهم برشة حاجات وكان شو ترجع تساوي شوف راوكي تجي تشوف في تونس يعني سفيقس متفوقة في خسام في الكتاب القرية والسخافة والتنمية واللي تحب أن نجي معنا شعب وحدهم بالتحيل إهلينا في سفيقس ما حبيتش نقولها ماك مشيتوني بش نقولها كل عادة اللي يجي من عدوين يجيك من سفيقس ولا راهوا عليش سفيقس دولة وحدة سفيقس بالحق سنا نتحدث وخطر كنقوله ثمة عقلية غادي ثمة بالحق عقلي وانا قريت فيها ونعرف بالحق ثمة عقلية غادي ثم أوليية تحسهم مختلفين على برشة أوليية في برشة جهات يشجعوا صغرهم برشة على القرية ثقافة أخرى وبالحق راو ساعات تكون عندك ثمانتاش معدل أمك مثقف أمك مهندس بالمصري يقولوا قد الدنيا أمك مثقف راهوا مهم برشة يكون المستوى التعليمي مرتبط برشة بالثقافة تكون مولم برشة مواضيع برشة أخبار تقرأ برشة عبيد تقرأ فلسفة تكون متطلعة على كل شيء تقرأ بوحوث يجب أن تكون بالحق عامل تكوين كامل خاطر ثمانتاش معدل وحدها رأي في الدنيا ما تقضيش ممكن تخدمك خدمة باهية وصلك في مرتبة باهية أما في وشة مجتمع في وشة عبيد وحطة كبيرة تعيش فيها مستحق أن تكون متطلعة على برشة حاجات حبيت اليوم بالحق أن نقول للنصاب ما أحواجنا للصورة هذية في برشة ولاية هاي علش لي والله يشوف يتأثروا ببعضنا خاصة في كوتي إيجابي من نوع هذا شوف رأو حتى في قروين وقت اللي يصير معدل الكتاب برشة يعني يمشيوا يتطلعوا على الكتاب أما هذي حقيقة ما نجموش نخبيو اللي متواضعي نحنا مع مهم برشة رأو المهم دور الأوليين هنين هم اللي يشجعوا رأو الوليه حتى حتى مكش قاري ومكش مثقف ومعندكش مستوى بتاع قرية أما رأيك الحاجة اللي انت مرتاها تحبها تكون في صغيرك شجعوا صغرنا بالحق على قرية وعا الثقافة اليوم وعا التوبة رأو مثل المخ كالكتاب رأو تقريت التليفون ولو عبر يجري في التليفون أما متعة أخرى في قرية تحبير رأو بالحق هذوكم يفرهدوا صحيح أما رأو الكتاب رأكي تكون المعلومة اليوم قداش مهمة في حيات العبد رأو أنك تقعد مع أصحابك وتبرتجيوا معلومات صحيح تتناقشوا في أفكار رأو بالحق حاجة بنينا بارشة خير من بارشة حاجات بالحق اليوم مستحقين لنشوفوا تصورة ذوما في بارشة ولايات خاصة القروية خاطر نعرفوا تخفف رأي القرية تخفف حتى على نسبة الألمية في القروية وتفرهد بالحق رأو اليوم تفرهد بالضبط كما اليوم عطلة صحيحة رأو القرية القرية اللي يقرأوا فيها في المكتب رأي حاجة ذيكا والعمل منزلي حاجة أما رأي قرية تكتب حاجة رأي نوع من التيرابية رأي ثمع بيد اليوم تعارف بها نفسي نحب نحب التصورة ذوما تشوفهم برشع بيد ونحب الحق تكون أسوة بهم خاطر مستحقين أنو نشوفوا جرعة أعمال كما هذي على أقل فماش من من الجيلة ذاية على أقل يمشي يحاول هو على أقل يبني بلاد يكون جيل مفقف وواعي وقاري متفتح ومتفتح إن شاء الله يا ربي هكا وايسي راهي لقرية نور العقول تخليك مكش مكش متعصب مكش محدود وقابل المفتاح وقابل المفكر الآخر ونور ثم معلومة مهمة أنا را قاعد في البريود هذي برش عبيد راهي رجعت لقرية الكتب ورجعت بالحق أنا كان لحظتاش يامير ثم برش هكا في الموقع توسط الاشتماعي را وفي جروبيت وفي كتب وثم ثم عبيد قاعدة تبرتاجي مع كي بقوله مع المكاتب مع كاتبين مع مؤلفين في حاجات راهي مزيانة مزيانة على الاخر اللي بيش تطور وتنمي من قدرات وشك سيك وهذا المطلوب وفي اخر الحاجة الكتاب اليوم يلزم يرجع فيك بلاستو عند الصغار وعند الشباب وحتى عند الكبار وبالحق بستحقين الناس تقرأ وناس تحلل وناس تفهم وتفكر ان شاء الله هكا نعملو المصالحة مع الكتاب والقراية راهي بليزيغ امورها ما كانت يعني حاجة هكا بالغصب بالعكس ان شاء الله هكا الصورة هذية نشوفها تتكرر في كل الجهات وكي ما قلت هي إنارة للعقول وخاصة لجيل المستقبل يعطيك الصحة امير اللي عارشت على موضوع وتصويره حلو وبرشا كي ما قلت انت بعثت فينا الأمل في الأمير قلبه معبي الأمير قلبه معبي والا هكا نوص معكم الفان اميسيون بتاعنا لليوم بالأمل وبالحاجات الإيجابية الكل مشكورين الناس كل اللي تابعتونا من بداية الحصة إلى نهايتها نعم مارسي للكيب الكل اللي أمنت لكم الحصة لليوم شكر كبير لزميلتنا ساو السن نعم مارسي زميلنا ويسيم القرقني أمنا بوخيت سيف الدين بول عرس كل ما كان على الميكروب بنسبة لليوم حافظة بشيخ أمير الفوال كل ضيوفنا اللي كانوا معنا في العبر الهاتف كنت معكم نوربيجي من قدم ميكرو شاء الله قدوا نتلقى في نفس التوقيت شكرا